ترجمة نانسي قنقر واشار سموه إلى أن مملكة البحرين تؤكد دائما على بناء شراكات استراتيجية مع الدول الآسيوية الصديقة وتعزيزها وتحقيق المزيد من الشراكات خصوصا كوريا الجنوبية التي تشهد تطورا ملموسا في ضوء رغبة البلدين واستثمار الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات في تدشين المزيد من التعاون الثنائي معربا سموه عن تطلعه نحو تعزيز مجالات التعاون الصناعي التي تمثل أحد القطاعات الحيوية التي تسعى المملكة لمواصلة تطويرها بما يسهم في خلق فرص نوعية واعدة ويلبي تطلعات البلدين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضابية اليوم فخامت السيد لي ميونغ باك الرئيس السابق لجمهورية كوريا الجنوبية بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية حيث رحب سموه بزيارة سيد لي ميونغ لمملكة البحرين واستذكر سموه خلال لقاء زيارته السابقة إلى كوريا الجنوبية وما لمسه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الكورية من جانبه أعرب فخامة السيد لي ميونغ باك الرئيس السابق لجمهورية كوريا الجنوبية عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه مؤكدا على ما تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين من تطور ونماء في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر